موسيقى صبح كبه الله بالخير مشاهدينا مشاهدي برنامج صباح الشرقية صباح مشرق في بداية الأسبوع الأخير من عام 2018 صباح مليء بالطاقة الإيجابية التي نتمنىها لكم في هذا الصباح يعقوب صباح الخير صباح الإيجابية عايشة صباح النور مرة أفيد في برنامج صباح الشرقية بعد الإجازة أدنا وأنا 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 أحمده إن شاء الله طبعاً وأصبح بالخير على مشاهدينا نبدأ هذا الأسبوع بهم عالية ونشاط وتقديم فقرات نتمنى أن تنال إعجابكم ومشاهدينا ورضاكم صباحكم سعادة وإما كنتم نبدأ حلقتنا مشاهدينا بالعناوين الألعاب التعليمية ودورها في تنمية مهارات الطفل سفراء الإيجابية مبادر النشر الإيجابية في المجتمع تطوير الأفكار الإبداعية في تجارة وصناعة الشارقة إذن شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام عنوين حلقتنا لهذا الصباح ودائماً عايشة نبدأ حلقتنا بأهم الأخبار لصحب دولة الإمارات لهذا الصباح وخاصة الأخبار محلية متعلقة بإمارات الشارقة والمنطقة الشرقية نعم ونبدأها طبعاً مع أخبار كياغو نعم أبدأ معكم مشاهدينا الكرام من صحيفة الخليج الخبر الأول استشاري الشارقة يوصي بإنشاء كلية علوم متخصصة في الأحياء أوصى المجلس الاستشاري لإمارات الشارقة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بدراسة إنشاء كلية علوم متخصصة في الأحياء بالتنسيق مع جامعة الشارقة لتأهيل كوادر وطنية مهنية وفنية وإدارية متخصصة في الأبحاث ودراسة إنشاء مركز إعادة تأهيل السلاحف البحرية لتكاثر السلاحف في المنطقة الشرقية والتعجيل في عمل شدود القباب الإسمنتي لاستزراع الأسماك في مدينة كلبا وبالتنسيق مع وزارة التغيير المناخي لشح الأسماك في مدينة كلبا وطبعا مشاهدين الكرام طالب بمنح مكافأة خمسة آلاف درهم شهريا لصيادية الأسماك من ذوي الدخل المحدود وطبعا مشاهدين لتعينهم على تكاليف الصيد المرتفعة ودراسة تنظيم دورات علمية وعملية للفئات السنية المختلفة وأيضا مشاهدين للحفاظ على مهنة الصيد صيد الأسماك بالتنسيق مع المؤسسات العلمية التعليمية في إمارة الشارقة للحفاظ على مهنة الأجداد ودراسة أيضا مشاهدين أمكانية فتح محمية القرب في مدينة كلبا للجمهور في فترة الإجازة الأسبوعية بشكل منتظم ويحافظ على البيئة بشكل عام يعني جميل نشوف للمجلس الاستشاري اقتراحات جميلة أيضا صحيح هيئة البيئة والمحميات بإنشاء كلية علوم متخصصة في الأحياء جميل لما نشوف مثلا موظفين أو حتى إدارين عندهم خلفية كبيرة عن الجانب المتعلق بوظيفتهم أو حتى في كلية متخصصة لمجالهم التعليمي يعني أي موظف عنده ميول للبحار أو ميول لمهن أخرى هناك في إن شاء الله دراسة أن هذا الميول سيطبق على أرض الواقع بحيث أن هذه الأحلام ستطبق على أرض الواقع بأن هناك إن شاء الله تكون فيه كليات لدراسة بعض المهن منها مهنة الصيد مثل ما نعرف أنه بالأخص مدينة كلباء يعني دائما مدينة ساحلية متخصصة بصيد الأسماء أكيد هذا الخبر الأول مشاهدين الكرام كان من صحيفة الخليج الخبر الثاني أيضا من صحيفة الخليج مشاهدين الكرام الشارقة ضيف شرف الدورة السابعة والعشرين من معرض نيودلهي للكتاب تأخذ إمارة الشارقة زوار معرض نيودلهي الدولي للكتاب الذي يحتفي بإمارة الشارقة كضيف شرف في دورته السابعة والعشرين لهذا العام في جولة حول المعالم الثقافية الإماراتية والعربية ومشروع الإمارة الكبير الذي أسس منذ أربعة عقود من العمل في العمل المتواصل والجهود الدؤوبة من جميع الجهات والمؤسسات الثقافية حيث تنظم خلال المعرض سلسلة من الجلسات والندوات الثقافية مشاهدين الكرام والتفاعلية التي تتناول جماليات الشعر والروايات والتراث بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين الإماراتيين وبإشراف هيئة الشارقة للكتاب وسيكون واحد وعشرين مليون نسمة على موعد مع احتفال إمارة الشارقة بالثقافة والإبداع والفنون طيلة أيام المعرض الذي يقام من الخامس حتى الثالث عشر من يناير المقبل حيث ستستعرض 57 كتابا مترجما للغة الهندية لكتاب إماراتيين تنوعت بين الشعر والرواية والبحث والنقد والمسرح وأدب الأطفال ومشاهدين الكرام إضافة إلى تقديم سلسلة متنوعة من الفعاليات التي تعرض بأسس الثقافة العربية والإماراتية دائما عودتنا إمارة الشارقة المشاركة في الفعاليات الكبرى الإقليمية أو حتى العربية أو الدولية مشاهدين الكرام نرى إمارة الشارقة ضيف شرف لمعرض أن يؤدي له للكتاب هذا دليل على اهتمام إمارة الشارقة بالثقافة والعلم والاهتمام بالمشاركات الكبرى الثقافية أو التظاهرات الثقافية الكبرى في مختلف أنحاء العالم يعني نشر الثقافة من إمارة الشارقة لا يقتصر على المستوى المحلي بل أصبح الآن على المستوى الدولي والجميل أيضا من معرض الكتاب أو الشارقة أو مشاركة الشارقة لا تقتصر أيضا على نشر الثقافة فقط من ناحية الكتاب المحليين بل هناك في حرف بتكون موجودة نشر عادات وتقاليد وتراث دولة الإمارات كم هو جميل يعني هذه الأخبار المبشرة بداية الصبح نعم في هناك كلية إلى جانب نشر الثقافة المحلية إلى الدول الأخرى نعم دائما إمارة الشارقة دائما مهتمة بالحراك الثقافي في الدولة وخارج الدولة شاهدنا إمارة الشارقة تشارك في معارض كثيرة للكتاب في العالم سواء كان في معارض البرازيل أو حتى معارض باريس الدولي للكتاب فهذا ينبع من اهتمام صاحب اسم وحاكم الشارقة بالعلم والثقافة ودائما نشكر حتى هيئة الشارقة للكتاب على تمثيلها لإمارة الشارقة في مختلف الفعالية الدولية الخاصة في الثقافة والآن نعم بما أننا نحن في عاصمة الثقافة عاصمة الكتاب عاصمة جميع الفنون أيضا ما زلنا مستكملين حواراتنا وأخبارنا في الناحية التعليمية والثقافية أما خبري الآن من صحيفة الاتحاد الشارقة للتعليم اتفاقية مع بيم لإدارة مدرسة خليفة الهمزة أبرم المجلس الشارقة للتعليم اتفاقية تعاون مع مؤسسة بخاطر لإدارة وتطوير التعليم بيم لإدارة أول مدرسة خاصة في منطقة المدام تتبع المنهاج الأمريكي وقعها باسم المجلس الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم وصلاح بخاطر بصفته الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيم مثل ما نعرف أن المدارس الأجنبية أو المدارس الخاصة الآن أصبحت تتبع منهاج خاصة متابعة من سمو الحاكم هناك الآن أيضا في اتفاقيات كثيرة مع مؤسسات عدة لتطوير هذه المدارس الخاصة خاصة التي تتبع المنهاج الأمريكي يعني اتفاقيات مختلفة لتعديل هذه المدارس أو هذا المنهاج في المدارس الخاصة جميل ودائما نذكر أن الشراكة المجتمعية لها دور كبير في تطوير المجتمع ككل خصوصا الجانب التعليمي والجانب التعليمي مثل ما ذكرتي يحظى باهتمام كبير من دولة الإمارة وحتى صاحب اسم حاكم الشارقة وتحديدا المدارس الخاصة في إمارة الشارقة أما الخبر الأخير موجود عندي مشاهدين من صحيفة الاتحاد اختتام مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي شهدت الليلة الختامية من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي التي نظمت مساء أمس الأول بمقر مفوضية كشافة الشارقة تقديم خمسة عروض قصيرة تناولت التأثير السلبي للاستخدام غير المرشد للإنترنت خاصة وسائل التواصل الاجتماعي على الروابط الأسرية كما تطرقت إلى قيمة الالتزام بالوقت والأخلاق في الحياة اليومية هذا جانب من جوانب أو مشاركة من المشاركات المسرح الكشفي في مهرجانا أو اختتام ليالي دائما المسرح الكشفي مثل ما نعرف أن مسرح يبرز المواهب الكشفية الشابة في إمارة الشارقة الجميل أيضا أن المضمون يعني منشوف مشاكل أو سلبيات هذا العصر اللي هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي استخدام الانترنت الوقت وكيف ممكن أن الواحد يستخدم وقته بما هو مفيد ومناسب له ففي مثل هذه الرسائل ممكن أنها توصل إلى جمهور خاصة فئة مهمة جدا التي هي فئة الناشئة أكيد طبعا لهذا المسرح تماما كبير وأيضا يعتبر من الفعاليات في جانب المسرح التي تقام في إمارة الشارقة بشكل مستمر مثل ما ذكرت عايش أيضا من خلال هذه الفعاليات أو التظاهرات الثقافية في جانب المسرح يكون فيها اكتشاف كبير للمواهب أيضا حتى وسق لها في مجالات مختلفة ونذكر أن دائما المسرح هو نقطة بدء للممثل صحيح اللي تغير أكيد لأنه يقولون المسرح أبو الفنون أبو الفنون الممثل أو الفنان اللي ما دخل المسرح لا يعتبر ممثل أو فنان ومثل ما نعرف أيضا الكشافة دائما تبرز مواهب كثيرا نشوفها على خشبة المسرح نعم طبعا مشاهدين كانت هذه جملة من الأخبار المحلية لصحب دولة الإمارات لهذا الصباح والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح أبو الفنان موسيقى اشتركوا في القناة 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 دائما يعقوب يعني هذه نصيحة يعقوب اخذوا اجازة واستمتعوا في الاجازة ورجعوا من الاجازة بطاقة جديدة بشكل مختلف صحيح لان الواحد في الاجازة ممكن يغير وضعه ممكن حتى يرتاح او ترتاح نفسيته خلال السفر او ممارسة بعض الهوايات اللي كان ما يمارسها مثلا اثناء شغاله في الدوام او غيره اكيد طبعا بس في بعض الاشخاص مثل ما ذكرتي انه لما تصير لهم مثلا مشكلة وعايقة وصعوبات معينة ييأس هذا الشخص اتوقع ان تكون نظرته للحياة ضيقة صحيح نعم انه ضعيف الشخصية ممكن يكون ممكن يكون ضعيف الشخصية تعتمد على الشخصية نحس هي عقوب صحيح الفارق هي كيف يتعامل مع هذه المشكلة وليش يخلي هذه الضغوطات اصلا تسيطر عليه او هذه المحنة تسيطر عليه او هذه المصائب تسيطر عليه فهنا لك العديد من الامور ويعقوب يعني خير يعني ما شاء الله هو بيزودكم بأهم المعلومات دائما ينصحنا يعقوب ان اي واحد مار بمشكلة معينة يعقوب شو يسوي ياخذ اول شي اجازة اجازة اكيد خصوصا هو الحل الوحيد ممكن في العمل مشكلة في الدوام ممكن انت تغير الروتين تاخذ اجازة تبتعد عن ضغوطات العمل عن التحديات التي تواجهها تكون فيه اريحية في حياتك خلاص انت ما تكون مشغول في شي صح فتبتعد عن الدوام نعم بعدها ترد بشكل مختلف لكن بشكل عام لابد ان نتعلم من اخطائنا واحد نمر بمشاكل بشكل عام ممكن تكون بشكل يومي في مشاكل كبيرة في مشاكل صغيرة لكن كيف نحن نتعامل مع هذه المشاكل نشوف اسباب هذه المشاكل او حتى الشيء الاساسي انه كيف نتعلم من هذه المشاكل او التحديات او الصعوبات يعني دائما نشوف انه اذا مر الشخص بأي تحدي او اي مشكلة دائما يقول انه هذا ممكن ابتلاء ممكن اني انا اواجه هذا او كيف اني انا واجهه بالعكس هذا يعتمد ايضا على قوة الشخصية يعني انا دائما نردد هذه العبارات انا قوي الشخصية انا قوي بتغلب على هالي المشاكل لان في الاخير نحن كلنا مثلا نطيح مشاكل كلنا نقطع كلنا نعاني مثلا من المرض او لازم في واحد مننا يعاني من مشكلة معينة او مرض معين لكن القوي هنا كيف ممكن ان هذا الشخص يتغلب على هذه المشكلة اللي هو مار عليها نعم والنقطتين المهمات في وجهة نظري دائما تتسم بالايجابية في النهاية هذه المشكلة راح ممكن تعلمك شي راح الابتسامة كم تسوى والله لما تتسم تحس ان خلاص الحزن راح نعم تتنورك في اشياء كثيرة والأمل دائما انت لابد ان تتسم بالأمل بان مهما كنت في مرحلة صعبة في حياتك تمر فيها مشكلة او في صعوبات كثيرة او تحديات كثيرة في النهاية هذه المرحلة راح تمر صحيح صحيح بقوة شخصية وبقوة ارادة عيش حياتك بتفائل وإيجابية صحيح نعم استمتع بالحياة مهما عصفت بك الحياة عزيز المشاهد لان مشاهدين عندك كلام تبين دين خلاص خلاص مشاهدين اول فاصل قصي من برنامو الصباح الشرقية وراجعين لكم بقووا معنا يا مرحبا بكم مشاهدينا من يديد ونحن في حلقات أو في برنامو الصباح الشرقية كل أحد انخصص أولى فقراتنا للحديث عن الطفل والإلعاب التعليمية الخاصة فيه في الحضارات فتقررنا لحين مشاهدينا بنتعرف على هذا الجانب وبعدها بنستقبر ضيفنا في الأستوديو خلونا نتابع تعتبر الألعاب التعليمية واحدة من أهم الوسائل التي تستخدم في تعليم الأطفال وأكثرها فعالية وهي تختلف باختلاف الفئة العمرية للطفل تساعد الألعاب التعليمية على تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم العقلية وتفكيرهم الإبداعي وهي وسيلة محببة جدا للأطفال فهي ليس كالواجبات المنزلية بالنسبة لهم ولا يتم إجبارهم على آدائها بل هم الذين يسعون لها ويقبلون عليها بكل حب وشغف لذلك تكون المهارات التي يتم اكتسابها من تلك الألعاب عالية جدا تزيد تلك الألعاب من قوة التركيز والانتباه لدى الأطفال ومن الألعاب الشائعة التي تساعد على تعزيز المهارات المعرفية الألغازي والألعاب والأرقام والألوان مشاهدين شاهدنا معكم هذا التقرير اللي عدتها لنا زميلتنا مريم النقبي بالركز اليوم أيضا على لعبة تعليمية اتعرف الطفل على تصنيف الأشياء وجمعها ونصبح بالخير على الأستاذ عمرو عبد القادر المتخصص في الألعاب التعليمية أستاذ عمرو صبحك الله بالخير صباح التعليم صباحة نقدر نقول الطفل الإيجابي الطفل المبدع الطفل اللي تتفتح عنده جميع مداركة من خلال هذه الألعاب التعليمية اليوم عندنا لعبة مختلفة نوعا ما عن الألعاب الأخرى التعليمية فيليت لو نتطرق إلى هذه اللعبة بسم الله الرحمن الرحيم اللعبة الموجودة معنا النهاردة وسيلة تعليمية بتعرف الأطفال إزاي يقدر يصنف الألوان اللعبة مكونة من 100 قطعة من قطعة على شكل البطريق القطعة عبارة 10 مجموعات كل مجموعة فيها لون يعني عندي 10 ألوان موجودين عندي في اللعبة وعندي استندات الاستند ده بتقدر تحط فيه شكل البطريق لمكان بتثبت فيه طبعا فكرة التثبيت وفكرة الحاجات دي بتنفع للأطفال لإحتاجات الخاصة برضو مع الأطفال العاديين عندي 10 استندات وعندي 100 قطعة كل استند فيه 10 أماكن تقدر تحط فيها القطعة بتاعته على على استند بقى أنا عندي مكان لمية قطعة الموجودين عندي فكرة اللعبة ببساطة أن أنت بتطلب من الطفل أنه هو يفرق بين الألوان يعني أنا بطلب منه يعدي لي مثلا خمسة باللون الأحمر فيبدأ يدور على اللون الأحمر وسط المية قطعة الموجودين عندي ويبدأ يدور عليهم ويحطهم في المكان المناسب ليه يبقى أنا كده خليته أعرف يفرق بين اللون الأحمر والألوان الموجودة عندي أو اللون أنت طلبوا منه عن الألوان الموجودة عندي الفكرة التانية لللعبة أن أنت تقدر تتعلمه الجامعة وتطرح عن طريق اللعبة يعني أنا ممكن أقول له أنا عايز مجموع 3 زائد 2 باللون الأخضر 3 زائد 2 المجموع بتاعه يدوني باللون الأخضر يبقى أنا هيدور هو الأول حاجة 3 زائد 2 برقب 5 اللي هو عارفه يبدأ يدور على اللون الأخضر ويبدأ يحط المجموع بتاعته على الستاند اللي عندي يبقى كده 3 زائد 2 هيديني 5 من اللون الأخضر يبقى أنا كده علمته يفرق بين الألوان علمته إزاي يقدر يعد الأرقام بتاعتي علمته إزاي يقدر يعمل جامع بقى كده عارف أني 1 2 3 4 5 باللون الأخضر اللي هو طلبته منه كفكرة المجموع حتى ممكن أستاذ عمرو حواسهني تتحرك مدارك تتحرك يعني يروح يختار البطريق معين ويضع في مكانه المناسب فهني حتى الجانب الحسي أو الجانب الإدراكي عنده يزيد أستاذ عمرو والتركيز التركيز صحي لأن حتى اللعبة يعني إحنا مكترين فيها كمية القطعة يعني لغاية 100 قطعة يبقى فيها تركيز لأن أنت عندك اللون مثلا اللي بتدور عليه بيبقى صعب وسط 100 قطعة موجودة عنده ففكرة أنه يركز إزاي يقدر يدور على اللون مثلا اللزرق أو تدور على اللون المطلوب مني دي بتاخد منه وقت في التركيز وده بيحاول يخليه فيما بعد يعني دقيق أكتر وتركيزه أعلى وهذا لها عمر معين أو سن معين مثل ما مكتوب على العلبة أستاذ عمرو 50 سنين وفوق اللعبة بتبدأ بخمس سنوات للطفل الطبيعي العادي برضو نفس الفكرة خمس سنوات اللي هو العمر العقلي للطفل زويل إحتكات الخاصة أنت بتحدد ممكن أقل من خمس سنوات حسب عمر طفلك وحسب أنت أمكانية الطفل بتاعك ممكن عشان الأشياء بعد هذه صغيرة أستاذ عمرو ممكن الواحد يبلعها أو استخدامها بطريقة سيئة انزل للأطفال اللي أقل من هذه الأعمار هل هناك مثلا في تسهيل مثل هذه اللعبة مثلا حين مثل ما نعرف أن كميات كبيرة مثل ما ذكرت أستاذ وتفضلت أن 100 بطريق فهل هناك في عدد صغير من البطاريق بحيث أن تكون أحجامهم كبيرة لكن تناسب الأعمار الأصغر من هذا السن أو هذا العمر صحيح موجودة هتلاقي علعاب كقطع أكبر شوية من القطع دي حساس أنها تكون مناسبة وتبدأ من ثلاث سنوات أو سنتين حسب الطفل اللي عندك وحتى اللعبة أنت بتشوف الطفل هل الطفل عندك يقدر يستوعب قطع صغيرة زي كده ممكن يكونوا سنه أربع سنوات لكنه يستوعب أنه ما يبلعهاش حسب إمكانية طفلك الموجود قدامك فتقدر تتعامل معه بلعبة صغيرة أو لعبة أكبر لسن أصغر نعم وذكرت أن الأطفال من ذوي الإعاقة هم ممكن أيضا يحتاجون لمثل هذه الألعاب حيث أنه تزيد من مداركهم تطور من مهاراتهم فأي نوع من الإعاقة بالذات أستاذ عمرو العاقة الزهن مثلا يقدر يستفيد منها لو عنده إعاقة بسيطة في العاقة حركية يقدر برضو يستفيد من اللعبة أكدنا قبل كده أن العلعاب التعليمية أكترها بتفيد الطفل بالذات الزوال الإحتاجات خاصة أنه يكون دقيق أكتر لأن الطفل الزوال الإحتاجات خاصة بيكون شوية صعب أن أنت تخليه يعني أداء دقيق الألعاب دي بتبقى سهل أن أنت تتعلمه زي بقى أداء دقيق لأن الألعاب دي بيكون مطلوب منه أنه يحطه في مكان معين فما ينفعش أنه يختار مكان تاني فلازم يختار نفس المكان نفس اللون نفسه لازم يختار اللون المناسب فدقة الطفل بيكون أكبر من الطفل العادي نعم دائما أسأل أنا هذا السؤال أستاذ عمرو أصبحت مع الألعاب الإلكترونية والآيباد اتجاه آخر للأطفال ومتعة أخرى للأطفال أصبحت مثل هذه الألعاب تقريبا أن الواحد يعني أنا كأم لما أخذ لأطفالي لعبة تعليمية معينة مثل هذه الإدراكية أو غيرها يعني بعيدا عن الألعاب الإلكترونية أن الطفل يأمل منها يعني مرة ومرتين وخلاص فكيف ممكنني أن أحبب هذا الطفل بمثل هذه الألعاب حفظ الطفل زي ما قلنا قبل كده كذا مرة حفظ الطفل في اللعبة اللي أنت بتلعبها أن أنت لما تجاوب صح هيبقى ليك مكافأة هيبقى ليك حاجة أنت بتحبها بعملها معاك من مميزات قوي الألعاب دي كمان عن الألعاب الإلكترونية اللي حضرت بتكلمي فيها أني بتقرب بين الطفل ووالدته في البيت بتقرب بين طفل وأمه بين الطفل وأخواته اللي هو عنده أكتر من أخ في نفس سنه بيبقى سهل أنت تجمعه مع بعض بفكرة الألعاب الإلكترونية ماشي فيها مميزات لكن اللعبة أن الطفل بيبقى دائما لوحده دائما بعيد عن الأسرة بعيد عن اللي حتى في الفصل نفسه لكن لما بكون لعبة زي دي بيبقى فيها تجمع فيها أربع بين المدرس بين المدرسة فدي بتخلي الطفل بنتمي للجماعة الموجودة معاه اللي هي صحابه اللي هي إخواته في المدرسة فدي برضو حاجة مميزة شو التغيرات اللي أنتو لاحظتوا عليها أثناء التوزيع مثل هذه الألعاب في الفصول سواء كانت الفصول الخاصة أو الفصول العادية في المدرس العادية يعني عند لعبهم مثل هذه الألعاب شو تحسون على الطفل شو اللي يتغير في هذا الطفل أستاذ عمرو أكتر حاجة بتفيد الأطفال دي التجمعات يعني حطي في مجموعة وحطي الألعاب زي دي تنافس تجيع بينهم صحيح أكتر حاجة بتخلي الطفل يحب الألعاب دي وزي تقدر تقعدي وتقول له أعود ويلعب ما يكون في تنافس مجموعة بتلعب مع بعض كل واحد فيهم عايز يخلص وعايز يجاوب الإجابة الصحيحة المطلوبة منه فبقى في تنافس بيخلى الأطفال تحب اللعبة بتاعته غير أنه كل واحده شوية يبقى مملة بالنسبة له لو هو بيلعب فيها الواحده صحيح ممكن أيضا في سلبية واحدة من ضمن السلبيات اللي ممكن أنا أيضا أعاني منها عدد البطاريق له عدد كبير وإذا ضاعنا عدد البطاريق هذه هي مشكلة صحيح نعم فلو لاحظ مشاهدين وأيضا أستاذ عمرو طريقة تعمل أو طريقة لعبة هذه اللعبة لماذا أخترت هذه البطاريق بالذات يعني هل هناك فيه أشكال مختلفة هل هناك فيه أنواع مختلفة أو ممكن أيضا من فوائد هذه اللعبة تعليم الأطفال أنواع معينة سواء كانت من الحيوانات أو النباتات أو غيرها صحيح هي الألعب الألعب زي اللعبة دي مثلا فيها أكتر من شكل وفيها أكتر من حاجة كان المفروض أن تكون اللعبة دي فيها أكتر من اكتر من اختيار ما يكونش بس اختيار بطاريق لكن اللعبة دي هم مركزين بس على فكرة البطاريق يعني الطفل بتعلم منه شكل البطاريق بيعرف ممكن تحكيله قصص عن البطاريق بيعيش إزاي في الجو التلج كذا لكني أنا أشوف برضو أن فيها لعب تانية بتبقى فيها أكتر من شكل حتى أنت برضو بدل ما تصنف اللعب عن طريق ألوان بس ممكن تصنفه عن طريق حيوانات عن طريق الأشكال الموجودة عندي فيبعنده أكتر من فكرة تصنيف يعني دي بس مخصصة تصنيف لألوان وعداد لكني ممكن يبقى فيها أكتر من كده وأكتر من شكل ده لما بتروح حضرتك في مكان مثلا تشتري منه بتحاول تدور على حاجة تكون فيها أكتر من شكل يعني أكتر من فكرة مش فكرة قطعة واحدة بس وكيف تشوف أقبال أمهات أو المدرسات خاصة إذا كانوا في السلك التعليمي على مثل هذه الألعاب أستاذ عمرو إقبال رهيب جدا ما شاء الله الناس دلوقتي بات مستوعبة جدا بفكرة الألعاب التعليمية فكرة أنه زي ما أنت تفضلت حضرتك الأطفال إزاي أسحابهم شوية من الأيباد بلعبة يقعد عليها ويقدر يستوعب فيها فكثير جدا في وقت المعارض أو في وقت المدارس دائما بيطلوبوا مننا ألعاب شبيهة بالألعاب دي حتى ما بنسأل هل فيها فايدة لا فيها فايدة الأطفال فعلا بتستفيده وتستمتع بيها بالزادة في روح المجموعات اللي بتبقى موجودة لأن الطفل اليوم أصبح طفل ملول يعني بسرعة يمل ففي مثل هذه الأمور حتى من ناحية التقليدية أو التعليم التقليدي أن الطفل أصبح يمل من هذه الطريقة اللي هي الطريقة التقليدية ففي اتباع مثل هذه الأمور أو هذه الألعاب ممكن أيضا تزيد مداركة بطريقة مختصرة أو سهلة وممتعة في نفس الوقت بطريقة دعية صحية صحيح في إضافة حابة ضيفها أستاذ عمرو جبل أن ننهي الفقرة دائما نقول لحضرتك أن دائما لما تيجي تطرر اللعبة بتاعتك اختار دائما اللعبة اللي بيكون مناسبة للطفل اللي عندك يكون سنه مكتوب يعني دائما لما تيجي تتعامل مع البقع في المحل دائما بتطلب منه اللعبة المناسبة لطفلك يعني ما ينفعش أجيب لعبة مناسبة لسنتين وديله أكبر من كده بكره أصلا اللعبة بالضبط حاول دائما تكون سن الطفل مناسب للعبة الموجودة عندك عشان يقدر يستوعبها ويقدر يستمتع بيها في الأخير أستاذ عمرو عبدالقادر كل شكرا على تواجدك اليوم برنامج صباح الشرقية وعلى هذه الألعاب التعليمية المهمة وهذه نصحة أيضا منه أن كل أم تحاول قدر الإمكان أن تجمع مثل هذه الألعاب التعليمية لأنه في النهاية هي متعة وهو تعليم شكرا لك أستاذ عمرو شكرا لك مشاهدين أم بعد هذه الفقرة الرائعة المتخصصة للأم والطفل نروح لفاصل قصير ومن بعدها نرجع لي الإيجابية والطاقة خالكم ميانا أرجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل مستمرين معكم في برنامج الصباح الشرقية أصبحنا في الفترة الأخيرة نتحدث بشكل كبير عن السلبية والإيجابية في تقريرنا الحين نتعرف على كيفية التخلص من الطاقات السلبية في بيئة العمل من خلال هذا التقرير دعونا نتابع اليوم رح نتكلم عن الطاقة ومفهوم الطاقة وكيف نتخلص من الطاقة السلبية نحن لما منقول الطاقة لدى الإنسان شم نقصد فيها؟ منقصد بالطاقة هي مجموعة الذبذبات التي تحيط بالإنسان وتجعل حوله هالة الهالة بتغلى في الإنسان كأنه محيطة فيه من كل جهات لما بكون الإنسان عنده توازن بكل شيء بجسمه صحيان، نفسيان، ذهنيان، عقليان فبتكون هاي الهالة غير مقطوعة بتكون متصلة أما لما بننصاب بالطاقة السلبية فهي الهالة لدى الإنسان بتتقطع شو اللي بصيبنا بالطاقة السلبية؟ بصيبنا بالطاقة السلبية مؤثرات خارجية بتأثر على هالذبذبات بما أنه نحن عم نقول زبذبات فهالذبذبات هاي بتصدر وبتستقبل هالذبذبات هاي بتتأثر بعوامل خارجية متل لما منقول أنا سمعت كلمة ونزعجت منها فنحن منقول الكلمة الطيبة صدقة دليل على التأثر بالكلمة الطيبة وأحيانا أنا كشخص نفسي ما بعمل توازن بين مكونات جسمي نحن كشخص كإنسان من شو منتكون؟ نتكون من عقل وروح وجسم لما بنعمل على تغذية أحد هذه الأقسام أكتر من الطرف الآخر أكتر من القسم الآخر فبصيب في عنا خلال بالطاقة كيف بدي وازن هالطاقة هاي؟ بإني وازن التغذية لهالأقسام الثلاثة يعني غذي روحي متل ما بغذي جسمي متل ما بغذي عقلي وهذا شي بيقدر الإنسان لأنه هو اللي بيتحكم فيه أما الطاقة السلبية اللي بتجينا من مصادر خارجية متل التأثر بمن حولنا بالبيئة أو بالإنسان فهذا لازم نتعلم كيف نقدر نسيطر عليها ونتحكم فيها هلا أكتر شي ممكن نقول نحنا من خافي سيبنا طاقة السلبية بمكان ببيئة العمل بيئة العمل هي البيئة التي تعكس إنتاجنا كأشخاص موظفين وكتير كتير بهمنا إنه يكون ناس منتجين لذلك راح نشوف نحنا شو أكتر شي بسبب الطاقة السلبية في بيئة العمل متل ما إنه نحنا الإنسان إله مكونات داخلية هو بيتحكم فيها كمان ببيئة العمل في عاملين في عامل داخلي ذاتي لدى الإنسان بيقدر هو يتحكم فيه بطردها الطاقة السلبية وفي عنا عوامل خارجية راح ناخد العوامل الذاتية للإنسان الإنسان أحيانا ما بيطلع من بيته هو عنده مشاكل عم بيعاني من مشاكل صحية عم بيعاني من مشاكل بالبيت ما بيخلال الإنسان بشر والبشر عنده مشاغلون ومشاكلون لذلك لما بيطلع الإنسان وشايل معه مشاكله فبيضيف لأعباء العمل أعباء أخرى لذلك أول شي من قول لحتى نطرد الطاقة السلبية مننا في بيئة العمل إنه نطلع من بيتنا ونحنا زيرو مشاكل نأجلها نحن ما فينا بجوز ما فينا نتخلص منها أو نحلها ولكن من أجلها تبقى الضغوطات السلبية اللي تولدها بيئة العمل طاقات مؤقتة يمكن نتخلص منها بأي طريقة سواء بالخروج إلى المناطق العامة للترفيه عن النفس أو بأخذ استراحة بسيطة لبرنامج صباح الشرقية وديع محمد من كلباء طبعا في البداية نشكر الزميل وديع على هذا التغير تغير مهم جدا كيف يتخلص عن الطاقة السلبية في بيئة العمل أعتقد بشكل عامل كل الموظفين بشكل عام يتعرضون في بعض الأحيان إلى الطاقة السلبية لكن المهم كيف يتخلص من هذه الطاقة السلبية خصوصا في بيئة العمل أن بيئة العمل ممكن أن الطاقة السلبية هذه بشكل عام ممكن أنها تخفض من نسبة إنتاجك فيها العمل وذكرة الأستاذة دلال نقطة جدا مهمة أن الواحد يحط حد أو فاصل يعني لما يظهر من شغلة خلاص ما يكون مثلا مشحون يظهر شحنته هذه أو الطاقة السلبية هذه في المنزل بحيث أنها تأثر عليه والعكس صحيح هناك العديد من الأمور أنه تخلص الواحد من الطاقة السلبية ومثل ما ذكرت الأستاذة دلال وأيضا الزميل وديع التنزه خاصة مع الأجواء الجميلة ممارسة هوايات معينة قراءة كتاب وغيرها من الأمور جلوس مع الأصحاب والضحكات كم تسوي عقوب يعني في الأخير أن الواحد ممكن أن يتخلص من الطاقة السلبية وتنبعد في الطاقة الإيجابية في نقطة مهمة جدا ممكن تكون عايشة الابتعاد عن الأشخاص السلبيين السلبيين هذه أهم نقطة صح أنا الناس السلبيين خلاص إكس عليهم اللي دائما يتدمرون أحس أنا أمرض من أشوفهم نعم ممكن يعني تكونين هذه العدوة تنتقل لتش يعني على سبيل الإنسان أنا حس أنه هي أيوة تكون عدوة يعني إنسان سلبي وكل مرة يتدمر يتدمر أنا شو ذنبي في الأخير أنه يتدمر علي أنا حس أني أنا صدع في الأخير فليش أنا أجالس هذا الشخص بالعكس هناك ناس إيجابيين ما شاء الله لما دخلت الأستاذة سلوى يعني حسيت أن هناك في طاقة إيجابية حتى قلت اللي بنبدد هذه الفقرة بحيث أننا نحن حابين نتعرف على هذه الطاقة الإيجابية والسعادة وأكيد الكثير مننا أستاذ سلوى يتعرض بشكل يومي تقريبا لتحديات البعض ممكن يتخطاها ليكمل يومه والبعض الآخر يقف عندها طويلا في أستديو برنامج صباح الشرقية اليوم ضيفة واجهت أكيد الكثير من التحديات والصعوبات بعزيمتها وأصرارها تخطت هذه المصاعب وأصبحت سفيرة للإيجابية ونصبح بالخير على المستشارة الإيجابية الأستاذة سلوى الرحمة رئيس اللجنة العلية لمبادرة سفراء الإيجابية أستاذة سلوى صبحت الله بالخير وصباح الإيجابية صبحت الله بالنور والسرور والسعادة إن شاء الله في البداية شو سبب الإيجابية هذه يعني لما ييت حسين أن هناك في طاقة أيضا إيجابية طاقة إيجابية نعم أضع هذا الشيء أمامه وأكيد سيبتسم لا شعوريا إذا كنت مفكرة في هذا الموضوع نعم والشيء بالشيء يذكره قبل شفنا التقرير لكيفية التخلص من الطاقات السلبية في بيئة العمل يعني عكس ذلك أنت تتسم بالإيجابية كيف ممكن أن أتخلص من كل الطاقات السلبية وأتسم دائما بالإيجابية من خلال خبرتك طبعا لا يوجد إنسان لا يتعرض للضغوطات لا يوجد إنسان يواجه مشاكل وتحديات إذا إينا بشكل مخصص في مجال العمل الكل مننا يتعرض للضغوطات العمل ويحاولنا يبدل كل ما في جهده حتى يخرج بعمله بشكل مطلوب أو شكل مطلوب منه لكن في النهاية نحن بشر يعني نتعرض لهذه الضغوطات يجب أن نواجهها بشكل طبيعي الهلع والخوف من مواجهة المجهول هو اللي يخلينا نفشي ما لدى أن نكبر مشكلة نعم نعم ترى هو الخوف يعني هل هي العزيمة أو قوة الشخصية إلها أيضا لأن في البداية كنا نتكلم أنا ويعقوب عن كيف ممكن الواحد يحول ما إحنا إلى منحة فكيف ممكن من وجهة نظرت أستاذ سألو أكيد أنتوا أهل في الحديث عن هذا الموضوع أولا بالنسبة للطاقة الإيجابية نحن لما نتكلم عن الطاقة الإيجابية ما في إنسان يخلو من هذه الطاقة الإيجابية قد نكون فقدنا مفاتيح الوصول للطاقة الإيجابية لكن نحن في مجتمعنا وفي ديننا الإسلامي كل شيء يحطنا على ممارسة الإيجابية صحيح إذن نحتاج إلى بعض المهارات حتى نستطيع أن نحن نوجد هذه المفاتيح اللي تخلينا ناس محصنين بالإيجابية كما أمرنا الله سبحانه وتعالى نحن نحصن أنفسنا من شياطين الجن ونأس بقراءة المعوذات وقراءة الأذكار وكذا نفس الشيء أنا أعتبر الإيجابية هي حصن الحصين ضد أي سلبيات أو مواقف سلبية تواجهنا في حياتنا ما سنقدر نواجهها بشكل صحيح أو بشكل ناجح ونتخطها إلا إذا كنا نملك الكثير من الطاقة الإيجابية ومثل ما أنتم عارفين لو كان مفهوم الإيجابية شيء سهل لما كانت اتخذتها قيادة بأكملها تنادي بمفهوم الإيجابية وتحط الشعب بأكمله أنه يواجه كل التحديات التي تواجه في الحياة بمفهوم الإيجابية صحيح إذن هو مفهوم نحن نرى سهل هي كلمة واحدة ولكنها تحتاج إلى الكثير من الجهود ما هو الشخص الإيجابي إذن السادس الواء الشخص الإيجابي الذي يستطيع أنه يستثمر كل تحدي يواجهه في الحياة بشكل ناجح يخرج من هذا التحدي في نفس الوقت الذي الناس تتوقع مننا الفشل باستفادة معينة نعم الناس كلها تتوقع مننا أنه سيكون إنسان فاشل أو أنه سيستسلم لهذا التحدي أنت هنا يتواجههم كلهم وتثبت لهم أن لا أنا أملك كثير من الطاقة إذن سأستطيع أن أتحدى أنا لدي الكثير من الثقة بالله سبحانه وتعالى أنا لدي الكثير من الثقة بنفسي ومتأكد وأنا إنسان أحب الحياة الإنسان الإيجابي يحب الحياة يحب نفسه أيضا هو ليس غرورا ولكن الله سبحانه وتعالى أوجدنا حتى نستمتع في حياتنا بكل ما فيها لكن بما يرضي رب العالمين إذن طالما أنت تحب نفسك أكيد رح تسعد نفسك أنت لا تريد أن تواجه هذه الحياة بمشاكل كثيرة وبكثير من الصعوبات إذن يجب أن أمهد لنفسي الطريق بثقة بالله سبحانه وتعالى وثقة بنفسي وبالتالي ثقة الآخرين فيه نعم يعني في بداية الحلقة أيضا كنا نتكلمنا وعايشة أن الكل يتعرض إلى مشكلة إلى صعوبات إلى تحديات لكن أنا كيف أولا أحول من هذه المشكلة إلى مثلا شيء إيجابي ممكن أستفيد منه أتعلم من هذه المشكلة أتعلم من أخطائي وحتى دائما أشوف ما سبب هذه المشكلة ومن بعدها أجد حلول لهذه المشكلة هذه الأشياء المهمة جدا لابد أن هذا الشخص يتسم دائما بالإيجابية والتفاول والأمل بحل هذه المشكلة والاستفادة من هذه المشكلة الجميل أن في بعض الأشخاص يتعرضون لمشاكل ونشوفهم أشخاص ناجحين لكن للأسف في بعض الأشخاص عندما يتعرضون لمشكلة ما تيقف خلاص أو صعوبة ما تشوفها خلاص يعني استسلم استسلم كيف نحن ممكن أن نتعامل مع هذا الشخص أو حتى كيف ممكن نحفزه أن لا تكون نظرتك ضيقة للحياة ترى هو بالفعل هذه نظرة الشخص الإيجابي أنه ينظر إلى المشكلة بكل ما فيها أحيانا قد يتهم الإنسان الإيجابي بأنه إنسان لا مبالي وهذا شيء خاطئ أنا مش معنات أن أنا إنسان إيجابي يعني معنات أن أنا لا أبالي بهذه المشكلة وأمشي ومشي حياتي لا أنا أنظر إلى كل مشكلة وكل تحدي يواجهني نظرة عميقة جدا أشوف أسبابها التحديات التي تواجهني حوالينها شو ممكن أستفيد من هذه التجربة كدرس نحن دائما نتعلم أن الفشل ليس فشل إنما هو درس يضاف لنا حتى نتحدى أو نتخطى كل عائق مشابه له في المستقبل هذا هو نظرة الإنسان الإيجابي وفي نفس الوقت لا تقدر يتيح إنسان طايح في المشكلة مرض أو مصيبة لا سمح الله أو فشل في حياة تقدر تأتي بكل سهولة وتقول لي يا إنسان خلك إيجابي طيب أنت عطني شو مفهوم الإيجابية عطني المهارات اللي تخليني أكون إنسان دو تفكير إيجابي متفتح أشيل كل السلبية من بالي تحتاج إلى دورات هذه الأمور أستاذ أسلوب التعامل مع هذا الشخص لولا إن هذه الكلمة تحتاج الكثير من الجهد لما اتخذت قيادة بأكملها للمنادة بمفهوم الإيجابية هي مهارات هي قيم وسلوب أخرى طيب أنا إنسان مثلا على سبيب المثال سلبية كيف ممكن أغير هذه السلبية إلى إيجابية أحضر دورات الموارد مثلا أشوف على الإنترنت كيف ممكن ولأن التغيير يكون من الذات في البداية هو أولا أتعلم كيف أتخذ قرار أتخذ قرار بالتغيير أولا لازم يعني إذا أنا ما حاس أن في حياتي في مشكلة بالتأكيد ما رح أقدر أحل هذه المشكلة أنا لازم أكتشف بالفعل أنه يوجد عندي نقص في جانب معين نظرتي لجانب معين إذن هنا بدأت بداية حل هذه المشكلة لما أعترف بوجود خطأ أعترف بوجود نقص رح أسعى وبكل قوة أن أصحح هذا الخطأ طريقة تصحيح هذا الخطأ أو المواد أو الموارد اللي أنا محتاج لها عشان أصحح في هذا الخطأ هي تعتبر مجموعة من المهارات اللي أنا أكتسبها من خلال تعاملي مع ناس إيجابيين تعاملي مع مدربين يعلموني كيف مثلا أتعامل مع أنموات شخصيات مختلفة كيف أكتشف ذاتي كيف أقدر نفسي تقدير الذات هذا شيء مهم جدا في موضوع الإيجابية فإذا ما قدرت نفسك وكنت إنسان متردد سلبي خايف كيف رح يحترمونك الناس مستحيل تحصل على احترام الآخرين إذا أنت ما كنت إنسان تثبت للآخرين أنك إنسان واثق من نفسك وتملك شخصية قوية وواثقة بالله سبحانه وتعالى وواثقة بالنفسك نعم الآن ننتقل إلى جانب آخر من الإيجابية بما أنك أنت سفيرة في الإيجابية نتكلم عن فكرة أو مبادرة سفراء الإيجابية بشكل عامل أو تكلمين عنها بشكل مختصر طبعا أول شيء سفيرة الإيجابية هذا لقب مكتسب من الناس اللي حوليني هذا الشرف عظيم أني أنا لهذا اللقب نعم كلمة سفير هي مش مجرد لقب هي مسؤولية كبيرة تلقى على عاتق الإنسان لما يأخذ هذا اللقب إذن هو الآن في نظر الناس مثال وقدوة إيجابية للممارسات اللي هو ياسي قدمها في مجتمع جميل مبادرة سفراء الإيجابية طبعا مبادرة مجتمعية انطلقت قبل يمكن أكثر من 13 أو 14 عام ماشاء بعد تجربتي يعني أعتبرها تجربة ملهمة مع السرطان لأربع مرات يمكن المرة الثانية أنا كنت أعتبرها المرة الأولى لأنها كانت تحدي كانت تحدي بس المرة الأولى كانت في عمر صغير جدا ولم أكن أفهم معنى السرطان أو لم أكن أعني ما هي خطورة هذا المرض بالنسبة لي وتخطيت مرحلة العلاج بكل سهولة يمكن ما حسيت فيها لكن المرة الثانية هي أنا أعتبرها المرة الأولى لأنني كنت في حياة لي حياة ولي ناس مسؤولة عنهم عيالي الخمسة كانوا جدامي الحياة اللي أنا كونتها لنفسي عملي في كل شيء فنظرت للموضوع بجدية أكثر وكنت أمام أمرين يا أم أن أنا أستسلم وخلاص أنسة ومرطبط عندنا مرض السرطان مثلما أنت عارفين بالموت يعني كان خلاص متوقع أن أنا أغادر هذه الدنيا في كل مرة كنت أصاب كان كل من حوليني يصابون بالهلع والخوف والحزن الشديد وكنت أحس في عيونهم خلاص التجهيز أن أنا خلاص متى هذه الإنسانة رح تموت لكن سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى ألهمنا بنعمة التفاؤل والأمل كيف تحديتي هذه الأمور جميع هذه الأمور نظرت للمرض مثل العدو أنت لما تبقى تتغلب على عدوك شو تسوي تعرف عنك كل شيء تعرف كل خبايا تقفت نفسي بنفسي عرفت كل الطرق والمجالات اللي ممكن أعالج فيها نفسي من هذا المرض ومن ضمنها هي أشياء نفسية يعني الحالة نفسية حالة نفسية تلعب دور صح الحالة نفسية تلعب نصف العلاج شو سويتم ممارسة رياضة مثلا لا لا أشغلت نفسي بكل شيء شفت نفسي لهيت عمري في أشياء كثيرة من ضمنها هو موضوع المبادرة هذه أنا ما بديتها كمبادرة أنا بديتها بشكل شخصي يعني كل الناس اللي شافوني تخطيت هذا المرض للمرة الثانية والثالثة والرابعة صاروا يلجؤون لي أن يأخذون استشارتي مثلا صديقتي أو أمي أو أختي أو أخوي مصاب بالمرض يريد أن تتكلمينهم و تقولينهم عن تجربتك يمكن يقتنعون بالفعل أن الموضوع هذا ليس نهاية العالم وممكن أن يكون فيه علاج وفيه أمل بالله وبالفعل بديت أمارس هذا الشيء لكن الحلقة تتسعت تلقائيا سبحان الله في بدأة جهات العمل مثلا واحدة تشتغل في مكان عندهم ورشة أو حملة توعوية عن الكنسر فكانوا يذكروني عشان أتحدث بمفهوم الإيجابية وهكذا صارت كأنها مبادرة مجتمعية تعنى بنشر ثقافة التفكير والتعايش الإيجابي ليس فقط مع مرض السرطان ولكن مع كل التحديات التي تواجهنا في حياتنا إذن الإنسان بطبيعته العفوية يستطيع أن يكسب ثقة الناس ويكسب مصداقيتهم لأنه لنا تجربة واقعية مع هذا المرض أنا لا أتكلم بخيال أو أتكلم بحديث طبي أحيانا أن الناس يلجأون إلى صاحب التجربة أكثر من الطبيب ويكتسبون مصداقيتهم تسأل مجرب ولا تسأل طبيب إذن هنا نحن أيضا أمام مسؤولية كبيرة أنك تعطيهم المعلومة الصحيحة وليست معلومة مغلوطة للمجرد التجربة فكنت أمام تحدي كبير أن هذا الإنسان يا إني يبغي استشارتي ومشورتي نحن لا يمكن أن نبتعد عن المجال الطبي أيضا أو المشورة الطبية لكن في نفس الوقت طالما أن النفسية هي نصف العلاج إذن أنا رح أبدأ معهم من الجانب النفسي أخليهم يتقبلون الحياة التي سيقبلون عليها سواء كانت علاج أو الإقبال على الفحص المبكر عندنا ناس كثيرين يهلعون مجرد تفكير في الفحص لما تقولونهم روحوا فحصوا يقولون أنت تفاولين علينا بالشر نحن لا يوجد شيء حتى هناك في تخوف من ناحية الفحوصات هذه القافلة الوردية لما تمر أستاذ سلوى هناك في تخوف كبير من الناس يروحون يفحصون صح هو خوف ولا ثقافة خوف ممكن نحن تعودنا على شيء تعودنا أن المرض السرطان أو الفحوصات هذه تخلينا نفكر كأننا نتشاؤم على أنفسنا بالشر يعني نقول نحن بينا شر هي ممكن تكون ثقافة عادات يمكن أن تقادئ عادات خاطئة العيب المجتمعي أحيانا اللعيب المجتمعي أيضا يمنعنا من التصريح بأي مشكلة نواجهها لما طلعت في التلفزيون وصرحت بإصابتي بمرض السرطان وتجربتي مع مرض السرطان يمكن لقيت الكثير من الاستهجان في وسط المجتمع اللي أنا فيه أن كيف أنت تطلعين في التلفزيون تتكلمين عن هذا الموضوع لكن أنا نظرت للموضوع من نظرة ثانية نظرة شمولية أكبر كانت عندي قناعة تامة بأن كل حد رح يسمعني رح يقتنع في كلامي ويمكن يمشي على نفس الخطأ اللي أنا مشيت تبثين فيهم الأمل أقل شيء يعني أعطيهم ثقة أعطيهم تجربة واقعية ومش لمرة واحدة لكن لأربع مرات وما زلت أتحد ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي خطوات يجب على الشخص أن يتبعها فأكيد ممكن هذه الخطوات أيضا يستفيدون منها مشاهدينا شو هي الخطوات من البداية السادة سلوى شو الأشياء اللي قمت بها شوفي نحن أولا بشر لسنا ملائكة حتى نكذب على أنفسنا ونقول نحن ما نعيش حالات الخوف والحزن والألم يمكن المرة الثانية اللي أنا عرفت فيها أني مصابة بسرطان أولا وقفت مع نفسي يمكن قلت ليش أنا رجع لي مرة ثانية وليش هذا الشيء صار لكن لأننا نحن تعودنا أن نفكر بكل شيء بطريقة إيجابية إذا نكتسبنا الكثير من الطاقة الإيجابية نحزن ونتألم ونعيش حياتنا كبشر طبيعي ولكن نستطيع أن نحن بسرعة نتدارك أنفسنا ونقف بسرعة يمكن ننطيح لكن بسرعة نقدر نقف مرة ثانية نسترجع كل قوانا ونسترجع كل تفكيرنا ونفكر بلحظة واقعية أن أنا الآن موجودة في وسط هذه المشكلة أمامي أمرين إما الاستسلام أو المواجهة واستعطاف الناس ومسكينة وحرام والله يعطيها العاقب هذه الحلمات هي التي تدمر الشخص ستاة سلوى إما أن أنا أوقف بنفسي أساعد نفسي بنفسي أعطي ثقتي التامة لله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لا أتواكل أتكل على الله يعني أقوم بما أنا المفروض أن أنا أقوم به أثقف نفسي في المجال أسأل الطبيب أشوف كل العلاجات المتوفرة وأمشي في هذا الدور لما شافوا الناس أن أنا بالفعل لا أنا لا أحب أن أشوف حدي يقع يصيح علي أنا كنت أضحك أنا كنت أضحك أقولهم أنتم حياسين صيحون يعني معناتك أني باشر بموت أضحك عليهم هم يصيحون وأنا أضحك وظلت هذه الابتسامة مستمرة لكل مرة كنت أصاب بها م شاء الله عديت الوحيد الذي كان بالفعل كنت أشوف نظرات الخوف في عيوني كان زوجي ومن المفارقات أن هذا الزوج الذي كان يتوقع وفاتي في كل مرة أصاب بها في السرطان وخوفه الشديد علي هو الذي توفى بدون ما يكون مصاب بأي شيء وأنا اللي بكيت إذن هذا درس جديد أيضا يضاف لي في حياتي ويضاف لكل الناس اللي عرفوني أن بالفعل الإنسان مبعشان مرض يتوقع الموت ممكن الإنسان هو صاحي ما فيه أي شيء هي مجرد أسباب ولكن القدر محتم علينا جميعا دائما فيه جانب إيجابي وجانب يتسم بالأمل في حياتنا فلابد أن نتبع هذا الجانب ستستقر حياتنا والله ننظر للحياة من نظرة جميلة مهما صارت لنا من مشاكل من تحديات نحن بإذن الله قدها ونقدر أن نقاوم طالما وضعنا هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى وبكل ما يحصل له طيب دعنا نتكلم عن المبادرات التطوعية المبادرات الإيجابية من قبل شسادة سلوى يمكن العالم الآن ضج بمفهوم الإيجابية والكل ينادي بالإيجابية والسعادة السعادة دعنا نقول السعادة لا يمكن أنها تكون سعادة مطلقة في الحياة أكيد طبعا وكل إنسان ينادي بالسعادة هو مش فاهم أيضا ما هو المفهوم الذي يترض أنه يؤدي إلى السعادة السعادة ممكن تكون نوعين سعادة إيجابية وسعادة سلبية الإنسان الظالم لا يمكن أن يكون سعيد بظلمة للناس ويتفاخر بهذا الشيء الإنسان الذي يسرق عقول الناس ويسرق مجهوداتهم ويسرقهم يشعر بالسعادة يشعر بالسعادة وكثير من السعادة في هذه اللحظات إذن السعادة ليس من الضرورة أننا نتحلى بالسعادة دائما أو ننادي بالسعادة وكل سعادة والسعادة لازم ندرك تماما أننا لازم نكون أولا ناس إيجابيين حتى نستطيع أننا نحقق سعادة حقيقية إيجابية وليست سعادة سلبية سعادة لا تسرق الفرح من عيون الآخرين عشان تعطينا نحن السعادة هذه السعادة المفروض أننا ننادي فيها هي لحظات نحقق فيها أهدافنا نشعر فيها بالسعادة إذن لازم نكون بشكل مستمر أصحاب تحقيق أهداف مستمرة عشان باستمران نشعر بالسعادة جميل وأيضا تم تكريمة مقبل دولة الكويت كأفضل شخصية مؤثرة ممكن تكون في الإمارات والوطن العربي والعالم حتى فشو يعني لك هذا التكريم؟ طبعا التكريم هذا لم يأتي من فراغ أنا حققت ولله الحمد مجموعة من الإنجازات ويعني كانت بالنسبة لي فخر يمكن آخرها كان حصولي على جائزة القائد المؤسس لأفضل موظف في الميدان التربوي هذه الجائزة يمكن تعنيني الكثير الكثير هذه الشخصية لم نلتقي فيها ولم يكن لنا شرف مصافحتها ولكن أن نحصل على جائزة وبعد 27 عام من العطاء في الميدان التربوي أعتقد هذا هو أكبر تقدير أنا أحصل عليه وأشعر بالفخر وأحس أني أحطضن هذه الجائزة وبقوة لأنها حققت لي طموحات 27 عام من عطائي في المجال التربوي استدعانا لدولة الكويت الشقيقة للتكريم كانت بالفعل فرصة الترشيح كان ولا أنساها الشيخة الدكتورة هند القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال هي التي رشحت اسمي وبقوة ليكرم في هذا المحفل وهو ملتقى رواد الأعمال الثاني وكرمت كشخصية إماراتية مؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع وعرضت تجربتي هناك وكان بحضور أيضا معالي أو سعادة أفواني السفير الإماراتي رحمة زعابي جميل بعد كل هذه التحديات بعد كل هذه الصعوبات التي واجدتها في حياتك بعد حتى كل الإنجازات التي قدمتها شو الأهداف المستقبلية التي حاطت تناسل وممكن تريد إنجازها في السنوات القادمة طبعا أنا منذ انطلاقة المبادرة رسمت لنفسي هدف واضح وصريح أني أحقق مفهوم الإيجابية بشكل حقيقي انطلقت في هذا الهدف مع إعلان دولة الإمارات أن يدخل مفهوم الإيجابية في كل مؤسسة وفي كل جهة أنا حسيت نفسي بالفعل أني مشيت على الدرب الصحيح على مدى هذه الأعوام لأنه صار منهاج للحكومة صحيح أنك تنقل هذا المنهاج لكناموذج ناجح على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم أيضا نعم شليت هذا المفهوم مع مبادرتي في منافسات ملكة المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي ووصلت فيها كالممثل الوحيد لدولة الإمارات في هذه المنافسات نعم التحديات التي ذكرتها هذه كبيرة في بعض الأشخاص أستاذ سلوى هذه ما تسبب عن تحدياتهم أو صعوباتهم فهم يشوفونها فاجعة فأكيد هناك في تحديات أكبر في ناس يواجهون تحديات ومصاعب أكبر لك ما شاء الله هناك في أشخاص أيضا نفخر لهم وأكيد نحن سعداء جدا بتواجدش اليوم ويجبنا ببرنامج صباح الشرقية ويعطيش العافية والله يواليش الصحة والعافية شكرا لك أستاذ سلوى الرحمن شكرا لك إذن مشاهدين ننتقي إلى أفاصل قصير ثم نعود وبقوة معنا يومي ورحبا بكم مشاهدين من ديد وصلنا للفقرة الأخيرة اللي هي فقرة التقارير وبنتقل الحين مشاهدين إلى منطقة جميلة من المناطق الجبلية اللي الموجودة في المنطقة الشرقية وهي منطقة النحوة الجبلية وبنتابع فيها فرحة الأهالي بتخرج أبنائهم خلونا نتابع نظم أهالي منطقة النحوة التابعة لمدينة خورفكان احتفالية في المنطقة وذلك للتعبير عن فرحتهم بتخرج عدد من أبنائهم من كلية خليفة بن زايد الجوية والجامعة الأمريكية بحضور الوالي عبدالله خميس النقبي والي منطقة نحوه وسعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان والدكتور علي الزعابي النائب المالي والإداري لجامعة الشارقة فرع خورفكان وعددا من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية بالجمهور ومي ثم قاموا بالرقصات الشعبية وشارك فيها جميع أهالي المنطقة كما قدم مسرح خورفكان للفنون المسرحية مسرحية قصيرة بعنوان قصة نجاحي قاموا من خلالها باستعراض مفهوم المثابرة من أجل الوصول إلى النجاح اختتمت الفعالية بتكريم الجهات المشاركة والتي ساهمت بإنجاح الحفل من قبل والي منطقة نحو وسعيد بحبوح يعني يحضهم الخريجين والخريجات من الجامعات هناك في فرحة أخرى يعني لا يقتصر هذا الاحتفال في الأسرة أو بين العائلة بل منطقة النحو بأكملها احتفلت بهؤلاء الخريجين والخريجات يعني مبادرة جميلة أيضا يا عقوب نعم صحيح يمكن تعودنا في هذه المناسبات تخص العائلة فقط أو حتى ممكن يكون الأصدقاء مش على مستوى المدينة ككل فمثل هذه حقيقة المبادرات جميلة جدا خصوصا أن من بعدها طلاب يحسون بالفرحة بالاهتمام أن المدينة كلها صح تحتفل فيهم عقبال ما نفرح بتخرجك إن شاء الله يا عقوب إن شاء الله طبعا مشاهدين الآن ننتقل إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومتابع فيها ورشة تطوير الأفكار الإبداعية التفاصيل في سياق هذا التقرير نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرع كلباء ورشة تدريبية تحت شعر تطوير الأفكار لعددا من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الاستثمار والتجارة وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ورشة تطوير الأفكار هي عبارة عن ورشة تساهم في تطوير أفكار الشباب وتساعدهم على إعداد خطة العمل الخاصة للمشاريع الورشة هي عبارة عن محتوى تساعدهم على إعداد الخطة وعلى فهم جدوى المشاريع في المنطقة سواء كان في المنطقة الشرقية أو تحدين في أمارة الشارقة أمانة نحن بالتعاون مع ورفة تجارة وصناعة الشارقة تحديدا في فرع الكلباء وهم يعدون من الشركاء الاستراتيجية مع صندوق خليفة فبالتالي هذا النوع من الورش أو الدورات التدريبية لها صدى كبير ولها نوع من الإنجاز بحث أن تستقطب الشباب الرواد الأعمال المهتمين في تطوير أفكارهم تضمنت الورشة التي قدمها محاضرون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع تدريب المشاركين عبر برنامج مكثف على سبل وضع خطط العمل لتنفيذ مشاريعهم وفق المنهجيات العلمية والتجارب الناجحة كما تعرف المشاركون في الورشة على المهارات اللازمة لقياس وتحديد احتياجات السوق وتم تكريم المشاركين والحضور وأخذ صورة تذكارية يعني مثل هذه الورش المشاهدين الكرام هم جدا في جانب العمل في جانب التطوير في جانب الإبداع والابتكار يعني خصوصا أن نشوف مبادرات كثيرة خلال السنة ما في جانب الإبداع والابتكار ودولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ هذا الطريق كنهج في كل المجالات ومن الإبداع تأتي الأفكار الناجحة ياقوب نعم ومن بعدها تتم تطبيقها على أرض الوقت صحيح مشاهدنا بعد هذا التقرير نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإن شاء الله ألقاكم غدا في حلقة جديدة برنامج الصباح الشرقية إن شاء الله مشاهدنا لقانباتش في حلقة يديدة بموضوعات أكيد يديدة وضيوف مميزين إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا أيضا عايشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل وتمسون على ألف خيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر